السلام عليكم ورحمة الله بانسوار ميزامي اي ميزيلاف كمون تالي فو معاكم ياسي محمد الجواري أستاذ اللغة الفرنسية المرحلة السنوية هراجع النهاردة معاكم درس من أهم دروس الجرامير اسم الليسان بتاعنا Le passé composé يتكون Le passé composé اللي هو الماضي المركب يعني من تركيب شيئين مع بعض اللي هو Verbe être أو Verbe avoir plus le parti passé يعني فعل مساعد أو Verbe auxiliaire بيقوم بدوره Verbe être أو Verbe avoir يجيب عاديه اسم المفهول أو الماضي من الفعل اللي هو بغتسيب passé جملة passé كمون زي بنعرفها بوجود كلمات دلة زي كلمة hier وavant hier passé وdernier وإليا دي بقول عليها لموكلي الكلمات الدلة اللي بعرف الجملة في الامتحان بيها طيب إمتى الجملة بتستخدم Verbe être وإمتى بتستخدم Verbe avoir كل verbet بتستخدم قبلها Verbe avoir كفعل مساعد أو Verbe auxiliaire معادة عندي 14 verbes الكاتورس verbes بدول يعني 14 فعل سبعة عكس سبعة في المعنى Verbe aller عكس Verbe venir يذهب ويأتي Entrer sortir Arriver partir قدامنا المعاني Nêtre مغير Monter Descendre Passer Retourner Rester Tomper بالإضافة المشتقات الأفعال دي اللي هو Verbe Rentrer يعود Revenir وDevenir بالإضافة كمان لأي verbe pronominal يعني بادئ بس زي سلي وسو كوش مجموعة الأفعال دي يجي قبلها verbe يعني يجي قبلها جسوي توية إلي آلي نصوم فوزت إلصان الزان غير الأفعال دي يجي قبلها verbe avoir جي توية إل الآ نوز avant فوز إل الزان فترك بس مهمة جدا بتقول ان verbe passer لمعنيين في اللغة الفرنسية بمعنى يمر يجي قبله verbe عدغ أما لو جيب معنى يقضي وقت أو أجازة يجي قبله verbe avoir زي بعد معرفنا إمتى بنستهد verbe عدغ وverbe avoir بقى عندنا الخطوة الثانية إيه هو البختي يعني الماضي من الفعل هو تحويل الفعل من المصدر للماضي أفعال لغة الفرنسية زي ما احنا عارفين 3 مجموعات البخيمية هي كل البربات اللي في آخرها إيه أما هي معرف يعني بعض الأفعال في آخرها إيه وبعض الأفعال في آخرها أو إيه وبعض الأفعال في آخرها أغ التلات أنواع دول يا شباب كلهم verbe irregular يعني بيتحول للبصي كومبوزية عن طريق كلمة تانية تعالوا نشوف اهمهم ايه اول حاجة لو كان الفرب بغمية جوب بنحزف الاغ ونكتب على الاكسان زي فرب جوي تبقى جوي الي برضو تبقى الي اما لو دز يم جوب بنحزف الاغ منها اما لو تخوز يم جوب عبارة عن ايه تخوز يم جوب عبارة عن تحويل الفرب بالكامل من شكل الانفينيتيف لكلمة تانية خالص في الباسي كومبوزي زي ما نشوف مع بعض اهمهم اول حاجة الب بنير بنو أوفرير أوفر كورير كورو مورير مور attendر attendو كنتر كننو فر فی دكار پرنر بري ماتر مي پاتر پاتو اتر اتر نتر ني فيفر فيسو لير ل بوار بو سويفر سويفي كوروار كورو بوار 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 بو او او بعد ما بنحول الفرب من الانفينيتيف ليل بارتسي باسي بقى عندنا حاجة مهمة جدا اسمها لكور لكور يعني التبعية اسم المفعول المصرف مع اتر يتبع الفاعل من حيث المفرد او الجمع والمذكر او المؤنس يعني لو كان الفاعل مسكولا مش بنضيف للفرب حاجة لكن لو كان في ميناء سنجول ي بنضيف للفرب او اما لو كان بلوريال مسكولا بنضيف للفرب اس بلوريال في ميناء بنضيف للفرب اس زي لو قلت نوها اي تالي زي ما احنا شايفين فيرب علي مضاف لأو زيادة عشان في ميناء علي اسمي سون تالي على كامباني علي هنا ضفنا لها اس نوها اي سونامي سون تالي بدبل او وكمان اس عشانه ما بلوريال في ميناء اما الفرب مع افواغ بياخد اكور او تبعية في حالتين لو كان الفرب جاي في البصي كمبوزي في حالة السؤال معادة الاسفام كومبيا دو او كال بالاضافة للحالة التانية لو الفرب في البصي كمبوزي ما افوار في يسبكو بغونوبوكسونال يعني ضمير شخصي يتأثر فيرب افواغ يا جماعة بي البغونوبوكسونال لو كان في ميناء او لو كان بلوريال سواء كان بلوريال مسكولا او بلوريال في ميناء تمام؟ بعد ما راجعنا بسرعة الباسي كومبوسي تعال نشوف مع بعض إزاي بيجينا السؤال في الإجزامة زي ما احنا عارفين يا جماعة بيجينا الجرامير عبارة عن 11 فغاس 11 جملة تمام؟ مطلب مني إن أنا أحل يعني أسهل 10 منهم ولو أنا متأكد طبعا بحل 11 كاملين تعال نشوف إجزامبل كده للباسي كومبوسي زي ما احنا شايفين كده نحل إجزامبل نمغه E باول ان فيزيت افزيتي, وا فيزيتي إليا 3 جور لاملاي كلمة إليا اختار طبعن إي افزيتي ان سو فيلاج دون 3 جور دون هنا بد دولع الفتوخ بروش فا اختار verب علي بلوس انفينتف لارب سي موان شير, شير, شير هنا اختار شير بعد سي بيجي لأدجكتف مسكولا توجور ست واتور إي بان أو بان مرشي لأ بان مرشي لأين مرشي مسكولا كال غوب أتو اشتري اشتري تابعن فير با اشتري بيت أصر بوغود أدتل سفم كل ما يل باسي كومبوسي مرسي مرسي مزامي رووار شكرا لكم